أهم الزكريات في الفترة دي الفترة دي كنت انت لسه لعب صغير ولكن كنت بتروح تلعب مباريات رسمية يعني مع الفريق الأول وكان معاك مجموعة يعني زي ما انت بتقول مجموعة الحقيقة كلها من أساطير سأظل اسمهم دائما محفور في قلوب كل الأهلوية أهم زكرياتك معهم يعني واحد زي بركات ده مثلا بركات يعني طبعا قريب جدا من قلوب من قلوب كل اللاعبين لا بركات ده كابتن قصة تانية بركات ده أسطورة كبيرة جدا أنا بشوف أسطورة أسطورة لا بش فكرة يا عم لا بركات أسطورة حية ومن الناس لو حصلنا في أحسن عشر لعبها في تاريخ مصر بركات لازم في المقدمة ده مش كلام ميس ولا كلام لا ده نجم كبير جدا جدا وانا من الناس بالصرف الناس ده أنا بحب كتب محمد بركات أو بحب بركات كنجم كورة بس هو لا هو أنا شايف لا يستهلي بقى في حتة كبيرة قوي 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 نجم نجم كبير وأسطورة ولعب بنفتقده الأيام دي بنفتقد نجم زي ده زكي فيش حد قريب من بركات لا لا انسي فيش بركات تاني خلاص يعني الناس بتحاول تشبه تشبيهات لكن ما فيش اللي شاف بركات وعشر حضرتك طبعا أكتر مني بس اللي لعب مع بركات وعشر ما فيش على بركات واحد مش هيجي تاني ما حدش هيجي زي بركات صعب لا صعب جدا بركات معروف بخف الدم يعني حتى في المتشاط النهائية تلاقينا دايما كلنا إيه كلنا عاديل أفلين وشنا كده وركزوا وحدوا توشك في الأرض وتهوى في حتة تانية هو في حتة تانية هو على طول كده بصك في الإسلام دلوقتي الناس بقت يعني الموضوع ده يعني إيه بتستغربوا شوي فيه لعيبة كده يعني الناس تيقول لك لا ده بيهزر وبيعمل لا فيه لعيبة كده مش كلنا شبع بعض فيه واحد بيحاول يخرج نفسه هو مركز جدا وبركات من الناس اللي بتتحضر قبل المتش بتحضر قبل المتش بس هو قبل المتش بيحاول يفك بقى عشان ينزي ليقدر يعمل اللي هو عايزه وبركات ممكن اللي بيلعب عليه لعيب منتو من يعني يتكلم معاه ويهزر معاه وانت تبقى كويس جدا وبتاعه في الآخر يجيب منه جنين مثلا مرة أنا كنت بيلعب في حرص الحدود خلاص ففيه ماتش لو تفتكر مباراة حرص الحدود والاهلي كانت في نهاية الكاس تمام دي اللي احنا خسرناها اه فبركات كان بيلعب بيلعب ناعد شماله جاي علي وكرة في رجله وانا واقف انا كنت بيلعب حرص الحدود سردباك لو تفتكر المتش الفطرة دي فانت واسلام رمضان انا واسلام رمضان برافو عليك فبركات جاي علي كده وبعدين عايز رقصني فطبعا يعني انت حافظ شوية حافظين بعض شوية قال لي طب هعمل معاك ايه وانا بنلعب وكرة في الماتشة شغالة لما بقول الكلام ده الناس بحاج بيسد ومركز كان خلص دربات جزاء تقريبا اه حرص الحدود في ذلك الوقت كسب دربات جزاء النادي الاهلي دربات جزاء والناس كن لك بعد الماتش بتسقف لعليك وكلكو كلام في نادي الاهلي كمه 2010 اعتقد اه اه اعتقد 2009 2010 فهو محمد دايما بيتميز بالموضوع ده اه هو مش في دماغه اي حاجة اه انا بشوف العكس هو بيبقى بيبقى شايل هم كبير جدا يعني كان دايما مستر مانويل جوزي كان يقول لابو تريكا يعني اللي بشوف اتعلم من بركاته من احمد حسن اه في حاجات معينة السقر كابتن احمد حسن طبعا كابتن احمد حسن شخصية قوية جدا يتحمل كتير بركات بيبقى شايل هموم كتير اه بس ما بيحاولش يبين الكلام ده فبيخرجوا عن طريق الزار فكان الكابتن ابو تريكا من حكوية فكان يقعد يقول الطبع يغلب التطبع يعني هو كل واحد له طبعه لان الكابتن ابو تريكا من الناس بيبين عليه لو علي النوم الداير فبيبقى بين عليه بعدين ابو تريكا